استقبل والي الداخل تنواذيبو سيد يحيى ول الشيخ محمد فال صباح اليوم بمقر الولاية السيد توميا أبو كوتا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصر وعلى هم الشلقاء قد الوفد الأممي اجتماعا مع والي ولاية الداخل تنواذيبو حضره الوالي المساعد وحاكم المقاطعة والمدير الجهوي للخزينة ومدير الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة ورئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني بنواذيبو